دلوقتي بقى هنتكلم عن المحور التاني وهي ملاحظات خاصة بالطفل نفسه اللي بيمر بالتجربة دي أو اللي بيبدأ التجربة دي بعد العودة من الحضانة بعد ما الطفل يرجع من الحضانة غالبا هتلاحظوا إنه هيكون فيه تجاوزات شوية في البيت بيعمل تجاوزات شوية بنقصين؟ آسف يعني بس استحملوها مني هتلاقوا بيقل أدبه كده شوية خلاص؟ بيعمل حاجات كنسبة يبتدي يطلع عالك كرسي يبتدي أنت من إمتى بتطلع عالك كرسي؟ احنا قلنا لك قبل كده ما تطلعش عالك كرسي يطلعش عالك كنبة مش عارف يمسك حاجة يروح رميها يلا حبيبي نغير هدومنا مش عايز يغير عايز يعني إيه؟ مش عارف اسمها إيه؟ سائل عوك شوية كده خلاص؟ ودي بتكون تجربة أو بتكون صفة مميزة جدا لكل الأطفال تقريبا الولاد والبنات اللي بيمروا بتجربة إنهم يروحوا الحضانة دي للمرة الأولى تمام؟ فخلوا بالكوا إن دي حاجة ملحوظة وأنا بقولها مش عشان إحنا بقى نقابلها إن إحنا نقول إيه؟ هو بيعمل كده طب يعني نوجهه نعاقبه نطولوا بالكوا بس يعني خلوا مساحة الصبر والتحمل عليه يعني تحملوا الطفل أو طفلة شوية أكتر وحطوا في اعتباركم إنه مارر بتجربة أو يمر بتجربة خاصة جدا لسه بقول لكم في الجزء الثاني قبل ما نطلع كنا الفاصل هو أول مرة يقضي ساعات من اليوم في مكان مش في بيته لا في بيته ولا في بيت جدته ولا في بيت حد من أراضي لا ده مكان جديد خالص عليه خلاص وبيقعد فيه لوحده كمان يعني أبعى طبعا ناس بتشتغل وكلهم لس أفاضل وأطفال تنين زي الأمر وكل بس في الآخر هو لوحده خلاص فلازم نبقى متحملين شوية إنه هو إيه؟ هيبقى فيه بعض ردود الأفعال فبلاش العقابه لا نطول بالنا شوي خلاص نطول بالنا والحاجة اللي ليه حلول نعملها يعني لو هو مثلا على سبيل مثال لو هو مش عايز يغير دلوقتي خلاص يغير بعد نص ساعة مش لازم في اللحظة اللي يرجع فيه عام الحضانة يغير خلاص فاهمين قصدي؟ دي أول ملحوظة ترجمة نانسي قنقر